السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي احبانا في كل المغرب الكبير والمغرب الاسلامي الكبير وفي كل العالم العربي والاسلامي وحيا الله الاحرار في كل العالم تدخلنا راح يكون سريع ان شاء الله اليوم فرحان 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 بزاف شفتلي فيديو تعدولا ثاء تحسبها يا جمعة قلبة الايام يا عصبة البطاطا جمعة شوف ثلاثة قاسمة بالله تحسبها جمعة الشعب كله في الشوارع قال لكم طيروا الشعب ما شاء الله كان ناس تعليق بعض التعليقات يقول لك شعب ما يفهم شلا شعب يفهم ستدخل، وليس مغلوب على امره هو الغالب باذن الله، الشعب الغالب باذن الله، هبنكره كيف كيف لكن هذا الحراك يصفي حتى يخرج إليك الوساخات ويطلع هذا قبيلة عربية انت مجمس من العرب لا انت من العرب ولا انت من جيطانه بين عليك وجهك وجه جيطانه يجب أن يرى الفيديو محاربة أولاد الحرك فيصل كرشوش أنت واحد من أولاد الحرك تتحرب أولاد الحرك يا أولاد القازيرنا يعني شعب الجزاري معظم رقم أكتشفتوه أنتم قبل أن نهضروا يعني كان الناس بزاف في الصحافة وفي الموزارة من 106 قال لك زخماتي لبنات المتبنيهم وقال لبنات المتبنيهم وهو ثاني من جمعتها وهذا صانعت الجنراليات والضباط وليس صانعون من الضباط فزين حتى الشرافاء خاطهم صانعت المؤسسة العسكرية ويصنعون هذه المنصب ويحكمون بصر الكرامته وليس لا يمكن أن يقوم بها يمكن أن يقوم بها كذلك من أن يقوم بها يدعون مدام تليفون مدام كوليكتيف صادره لجردتنا وعن Physical ليس أن يقوم بها يمكن أن يجب ويسأل تشكون يجب أن تشكون يجب أن تشكون لجردتنا لجردتنا تنزل عندها حفل رقص وحفل هزي مزي مقاومة بالجسم الليل المقاومة بال سمعك لك ضربوا مدرسة عسكرية على موضوع الله مدرسة في ليبيا لا إله الله محمد رسول الله رب يرحمهم مساكين قال لك سيدي وش قال لك التفون رئيس البطاطا قال لهم ضارابلوس خط أحمر كأنه واحدة وحنا نديروا بالبنتورة نلعب ونديروا في الخطوط حمر وخطوط صوفر وخطوط زرق ونخطوه نقران نخطوه يا قلتوا ثاني بغداد خط أحمر وش سرع راحت بغداد سوريا خط أحمر راحت سوريا وين ما تقولوا خط أحمر تندق وين ما تنوضوا تقولوا هذك خط أحمر نعرفوا بالإحمر تعلين خط أحمر قال الروس راه من ثمة ابن عمي قوات التركية راه من ثمة صفوف ترابلوس قوات التركية راه من ثمة ونزلوا لي كومونداو السحمن قبل القوات الخاصة نزلوا من قبل ومخابرات كل راه من ثمة مش ما خط أحمر مش ما خط أحمر مش ما خط هذا اللعك ترسم فيه خط أحمر وم بعد كي يصلوا لكل حدود تقول حدودنا صفح candidate حتى نلقوهم دخلوا عندنا ومن بعد تظهر بالليتارة مركش حتى في الجزائر تكنتو مركم تهضروا من المكاتب بتاعكم باسبور في يدك وقبام شميتك ايبو طيارة اطلع نلقوكم تهضروا من باريت مش حتى في الجزائر ها من بعد الشعب هو اللي ينوض ويخرج بوليحيا وهذاك اللي كنتو تقتلو فيه وتعذبو فيه هو اللي يزاديه السلح ويزادي خرج يحررها وكي حررها ترجعوا بكم بولادكم طيارات ترجعوا بكم اه احنا اللي كنا نديرو في السياسة كنا في الخارج نديرو في السياسة كنا في الخارج نديرو في السياسة ما اللي بش من السياسة اللي تديرو فيها ولاد شعبي موتوا ولادكم رهم في الكباريات وش من خط أحمر راكت رسم فيه ما فهمناش وش من خط أحمر وانا قلت واحد الكلمة قلت اذا طائفة تني هذا ربي العالمين يقولها اذا طائفة تني من المسلمين اقتتلوا اقتتلوا فاصلحوا ذات بينهما اصلحوا ذات البيت بس صح تكمل آية واذا طغت احدهم على الاخرى فقاتلوا التي بغت واذا بغت احدهم على الاخرى فقاتلوا التي بغت حتى تضع الحرب وزارها ها ربي اعطاك ثاني حتى حق للي تتغى هذك بس صح اذرك أنا خممت 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 قلت شكول طائفتين المؤمنين هذو اللي تقاتلوا حفت الراهي جر من هي قلت لك وراها اسرائيل هذي مش طائفة مؤمنين وعلى الصراج ملقاش بمن يستعين رح يستعين بايطاليا المستعمر القديم كما مهنة تحامس في فلسطين كسكرتوا عليه قاعد ببن رح يعزف سليماني تعل ايرانيين رح يعزف ملقاش بهاوين مسكن ملقاش كل يدعم الشعب الغزاوي وعندو شعب ثنين مليون وليزم يأكل واشرب وليزم مقاومة وليزم دفاع وليزم سكرتو عليه كل عرب سكروا عليه وفانا سكروا عليه من كل بلاصة مصر سكرت عليهم معبر رافح و ومسينة راح تقتل في المصريين وتقتل في شعب المسلم وقال لك هذو كقريشيين قال لك لزم نقتلوهم عندها كملة الحقنها تدخلت قعد لتم. هذه 73 انور السادات ومن قبلها جمال خاسر. والمرة فات قلت عبد الخاسر اعود بالله. سامحة. اربي يخفر لي ان شاء الله. تنتساهم مني. اربي عمره ما كان خاسر. جمال خاسر. كلها كانت. انا قلت عبر كنكوانا نربحنا الحرب. كنكوانا عندنا. الحاجة اللي حاربنا عليها مش من حقنا. تصدق سيناء الاسرائيليين يبرطعوا فيها كم يحبوا يدخلوا يخرجوا يروحوا وين معهم. وهم المصريين مش من حقهم يقولون ذلك. حتى القبائل اللي عايشتهم ما لاهمش الحق يقولون ذلك. قبائل العربية الأصلة يهجروهم ويقتلوهم ويقتلوا أولادهم ويختص بونسهم ويضمروا لهم بيوتهم لماذا؟ إسرائيل تحب هك اللي حب حبه ولي ما حبش يخترسوا لحد صح سكروا عليهم من كل جهات الأردن الأردن معهم معهم عليهم عليهم من الغالب الأردن ديجا عنده تقريبا 2 مليون من الأردنيين في السعودية والإمارة الكويت ويخدمون ثم ويدفعوا دراهم للأردن باش يعيشوا كما يدروا لهم كما يدروا لهم هزوا قاباتكم ورحلوا خرجواهم الخليجي عشوا مرميين في السنق اليمنيين والقطاريين حوزوهم والأردنيين كون يحوزون لهم 2 مليون الأردن تنقرض 2 مليون يدخلوا بطالة ومكانش المدخول تنقرض ساومهم من قبل ثاني على قضية القدس أنها تصبح عاصمة إسرائيل الأردن قال لا لا ثم يدخل لهم بن سلمان وقال لهم كيف هلالا قال لهم أن ترى دراهم مدوكاتي لا تكون متشربا وقال لهم لهم لا يعرف من الضبابية ثم يدخل لهم الجوع الجوع والعطش سكوردون ثاني لا يمش الماء بزافة بزافة اظن الان لا يضبع إسرائيل وصلت لها من نهر النيل السيسي قال لهم تنقصوا عيون لكم هذا هو وقال لأنه هذا هو الخطاب لأنه لهم ليس للمصرية لأنه يوجدون المصريين لهم يوجدون المصريين وقال لهم أخر مرة أخرى و الزوج لم يكن لديها تيكي تعترى لك من فترة الكندكتور حل الباب ترى يمشي قال لهم صوته قال لهم صوته قال لهم خير أجناد الأرض يقدروا صوته قال لهم صوته قال لهم حال واحد مات ربي رحم مسكن دخلت تحت الراحة تفتفت مسكن قال لهم هو سمين و لا يستطيع سوى صوته لن يكون قال لهم هو سمين و لا يستطيع سوى صوته مالذي يتربح هذا النظام المصري لهم يحب أن يدرسه في الجزيرة هذا هو النظام الذي يحب أن يدرسه في الجزيرة لا يكون و هذا يجرى قال لهم أحسن المونتجات ما هي العسكر التي تعملها العسكر؟ العسكر يدير اقتصاد مليح كما مصر جنود الجنباري والمعقارون والله كما نقول لكم أخافي العسكر يدير الفلاحة يدير الطماطش والبصلة يدير اسمها دول جيش جيش مصر يدير بها البطاطا والجنباري والحوت والسيد الحوت لديهم هواية أما الحرب يجعلها الإسرائيلية يدفع على مصر ويدفع على المصريين ليس شعب المصري يدفع على الحثالات الذين يجعلون في الحكم السيسي وأعوانه أرض اللواء كان يسمى الفيلم المصري يسمى أرض اللواء لا تعرفوا ما معنى حكم العسكر أرض اللواء هذا الفيلم صادق أرض اللواء اللواء هو العقدة ومصر كلها جنرالات يعني أي والي يحكم بلاصة جنرال يجب أن يكون قائد هو اللواء هو اللواء 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 شعب المصري يقول لك يقول لك هذا جنرال مزريا كل يوم يتعطي لدينا شرب ويضعي مدرسة أحبسي في الجزيرة فهذا يجب أن يخرج على مدرسة لأن الجيش يجب أن يصنع على مدرسة ويجب أن يصنع على مدرسة والشعب الجزاري يجب أن يكون لديك البطير يجب أن يذهب لا أعجبك الحلق ذلك يجب أن يجب أن أصنع عليه كم متزنك هو هذا الراجعة في الاباني من ثلاثةacağق وليبيا قال لك نحن نندب و نندب و نندب و نندب ستين سنوهما التنديد و التنديب نندبوا هنوكم نندبوا الجزائريين والله اليوم فرحت كشفت الشعب البرة إياكم تحبسوا إياكم تحبسوا و تنحى و تنحى والله العظيم غير فيه قيادات شريفة وفيه جنرالات مع الحركة وفيه ضباط مع الحركة والقاعدة تجعل جيش كاملة مع الحركة وفيه للحوث اله strongest وفيه سياسيين شرفЫ مع الحركة ويضمون عنهم مفيدون عنжان اما ب давيت الحثالة يتنحى و صعم سوف تخرجوا من الباب الضيق و لبيبيا ليبيا بليط ليبيا مالك قاضية أمن قومي يرك �زاء للك جزائري في كتربية منحني م hine appearance zastانا on google و ال озر architecture الذي كان في ليبيا و تونس و المرك وكان في كائنين تجد عائلات سلطرحن عائلات فعلا عائلات لا تعرفوش نفس العائلة نفس العائلات ونفس الدم ونفس القبائل عندهم الشاوية عندهم كل شيء عندهم كل شيء وعربة وقبالة وشاوية كما نحن نفس العائلات ونفس الدم فباش نسمحو في أهلنا دمنا مستحيل انتا ندد واندبتبون والجنرالات انتاك راما تخبين في الكراسي قاعدين ثم حاط الباسبورت وقدم وقاب أولاد وراهم ديجا برا ويستنى غير كتما تضرب ضربة يهزوا ويهرب ويخلو الشعب ان يندق على راس وانتا مقعدوا نددوا ديروا التنديدات التنديدات كأنك راح تندد الروسية راح تخاف منك ما كانش بن صالح يروح يبوسلهم في اليدين ما مش عارفين بلي انتا اشن قريحة اشن قريحة كيتخرجوها وتقولهم هذا هو القائد انتعنا القائد الأركاني يعني يدرك واي واحد يشوفه حتى دولة في اخر الهونود الحمر يشوفوها زع ما راح ان يخافوا منه لا افهمتش يشفقوا عليه يشفقوا عليه بس لا يشوفوا في المشروع تحام هم اكثر حاجة يشفقوا عليه ويقولوا ان يشوفها ان يجعلوك تعيش بس حتى ان ترزقنا بس حتى ان يغطنا بركيا لا يجوز فيك القتل وكل يشفقوا في واحد قلبه قاسي كما الرواسيين ضمروا الشيشان ضمروا البوسنة ضمروا بوغاريا وضمروا الارمن ضمروا كلش ساحق روح دولة متخلفة جدا روح الارمينيا وجورجيا قال سامان بالله عايشين في العصر الحاجارين حكم عسكري حكم عسكري وجبارين في اسدين حتى الشعب الروسي يشكي منهم لكن لا يجعلوك حتى يجعلوك يضربوا في الناس لا يجعلوك ان يجعلوك يقول لك ان تكون ان يجعلوك وكذلك ان يجعلوك وقال لها وقال له في الروسيا اذا احتاج حاشا ارانا هنا انترك انتم حاشا سامع ان يجعلوك ان يجعلوك ان يجعلوك ان يجعلوك ان يجعلوك نحن مع الشعب الليبي وإذا الشعب الليبي لا يعرف شي خير وقال لك يا ودينا ما نشعرف هذا ولا هذا نقول له مش مشكلة نحن نحميك برب يشالله نتعاونه ونخرج هذا الخماج نخرجه حفتر ونخرجه روسيا ونخرجه الترك نحن نحبه الترك ونخرجه على الصراج لانه جايب مع ايطاليا خلاص يخرج علينا يبقى الشعب الليبي هو اللي قرر مصيره كما نهار صار ضد القدافي نحن القدافي حبوا يدرووا حكومة عام واحد ما قبلهم حتى الجزائر لا قبلتهم كيف يجدرون نتوه وتعديم خراطئه وحرياته لا 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 فرضوا عليهم الصراج بالقوة ونجوا ذاك الجنرال اللي تعلج الجزائر يتفرطوا وراضين بذك شي اللي يرضى بالذل رب يزيدوا عليه لكن نحن نلغطه بالذل يو عرفناكم خموش قسم بالله غير فقنا بيتم بالركم خموش 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 تعمل الصح اخواتنا القبائل العرب العرب اللي في الجزائر القبائل العربية مكانوش عارفين الحقوين والظلموين والعرب عندهم عادة عادة فيهم وطباحهم إذا معرفش حاجة يقعد يسكت مهترش لأنه موش عارف الحقوين والباطل بس حاجة واحدة اخواتنا القبائل اياك تقولوا العرب من بعض الناس يقولك العرب جرب Wei العرب مهمش ملاح. لا لا يا أخي. مش هك. تبين الحق من الباطل. حس حس الحق. بان الحق. والله الأعرب والله لإخوان حرب إذا شمرت شمروا وإذا عضت عضوا. والله إخوان حرب إذا شمرت شمروا وإذا عضت عضوا. والله على ما نقول شهد. مستحيل باش يكونوا للعرب موجوبا. لكن ما كانوش عارفين الحق الباطل. وهمك عارفوا الحق. وعارفوا القبيل المظلومين. شوف الغواط. شوف الجلفة. شوف بوسعدة ومسيلة. شوف أهل الصحراء. شوف كيفاش ناضوا. شوف شوف وديسوف وشوف ما جاء ورها. حتى إخوانكم من الغواط ومن الجلفة جاءوا للعاصمة. راحوا الوهران. من وديسوف وصلوا الوهران. قلو لكم احنا معكم. عرفنا الحق وعرفنا الباطل وين. عرفنا الحق وعرفنا الباطل وين. وكرهنا وقت العمل. وقت الجد جد. والله غنت تنحاوه وتخرجه من البطل بإذن الله. من هذا البطل. شوفت هذا البطل وغن نحصروك فيه. تخرجها كتجري. كانت شوف قال لك أنا عربي. يعني أنت ما كش عربي. روح شوف أنا أندير تحدي لكل الجزائريين. يا جزائريين. يا جزائريين. و الن ligne المرض. لا يبلغك بسانتك. ليس بحاجة إثباتات. for follow follow through. енко تنزيل.. لا يبلغك. لن يبلغك عربية. إلهي لسلهي. لن علميك. لا يعني أن نرمي الاغلمة أدخbt Bilkariće. لن نعرميك حدثت. التokeليت. من كبيرة ي virus. لم نختبرك. و blades are shot. نحن نرميك حدثت بما نقدر قبيليا. Because пес ну and costumes. فهو اهدر على هذو وقالك التراكة اجابت معها ناس هم اجابوا الجيطانون اه واحد من الجيطانون هو جاي من بولغاريا و من الرومانيا وجايوا باشي نزلوا مع اليهود اللي نزلوا مع المسلمين كي خرجوا من أرض الاندلوس تفاهموا اليهود مع الرومان تفاهموا بل ينزلوا بل ينزلوا باشي ينزلوا باشي ينشروا السموم تحمي يقسموا المغرب الكبير يقسموها و بدوها بقضية الدولار الفاطمية و هم اللي داروا هذوك تعدرويش تعقلك سيدي فلان و سيدي فلان و رحوا يدور زرد هذي هم اللي نشروها هم اللي نشروها الشرك بالله الشرك بالله وصلوا العائلة اللي تقاتل في بعضها وتفريقه 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 و كي جات فرنسا لجات تقريبا كل شي جاهز هذي خطة مدروسة خطة ماصونية مدروسة خطة ماصونية بدوها من العاصمة و قسموا و بعد دخلوا في كل مقاطعات و بدووا يقسموا و ينشروا في السموم وصلونا حتى و بدووا على الذي يدرك و تفريقه و تفريقه و تفريقه و القل إلى القسنطينة و الوهران لا يدرك العاصمة و لا يدرك العاصمة و يتضربوا و تصبحوا البال و ليسوا و تضربوا و يتطحنوا بينتهم و يحبوا بالمدن و يقسمهم بين بعضها والتاريخ يشهدون الناس الثمانينة مش بعيدة بزافة الناس مش هدوا هذك شو عارفين هذك شو وصلوا لهذك الفكرة وحب نجد وصلوا حتى الكارتيات الأحياء بينهم وبعضهم الحي هذك تقضوا مع هذو وهذك الكارتي تقضوا مع هذك الكارتي ومدخلين فيهم البلطاجية والبلطاجية هم يدعمهم بالمخدارات وهم يدعمهم بهذك ومدارين نشر الفساد حبوا يردوها أكثر من مصر يا شباب الجزاري وعوما كانش هذي كانش هذي تتنحى بربي إن شاء الله وطيقوا التنحات وأنا نشوفه فيه أولاد الجباس هم رحوا ليهم الناس كبار ويحضروا معهم وفهموا منه وهم فهموا 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 وكان اللي يخرجوا وقالك سامحونا ما كنش نفهموا الموضوع ما كنش عارفين وإحنا أي إنسان موش عارف نعذروه نعطوله عذر أربي محاسبش إنسان موش عارف بصح شاية تثبت على هذرتك بسيش تعودها مرة ثانية لو تعودت تولي انت متعمد لا تقول لي ما كش عارف تقول لي رك متعمد الشيء أمروا أصل فتنة كما ذاك الجيطانو المالطي الجيطاني الجيطاني ماش مالطي جيطانو 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 أقول الله غير بين عليك جيطانو ولد العسكر ولد العسكر ضربينك العسكر ضربينك وما غير عيط لك يقولك دير دير ضربينك أعطاك تريحة ضربينك 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 المهمة قضية ليبيا قد يندد ويندب من خط أحمر سوف يسمعون بك أنتك تقول خط أحمر سمانتها يدركوا لي كيف تدير الخط الأحمر هذا كما في الحفصر يشوف الخط الأحمر يقول لك خط أحمر هذا من قربولوش هزح واجوع ويرجع يروح للإمارات يقول لهم من الجزارين تببون راح دير خط أحمر يروح للإسراء يقول لهم يروح للإسراء دير خط أحمر ويقول لهم سوف يروح تركيب أخبرتكم هذا أكثر تخاف أبو تنبي بلجيسي وقال لك هذا الخط الأحمر تعتبونه لا يتعداشا الخط الأحمر تعتبون هيا وين ستين سنة وانتم أموال طائلة سواريخ ومعلا بليشوا أسلحة وعندنا 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 وكل مرة كما قالها أمير دي سادر بيحفظه وطول عمره قال لك ما نبى خوتنا في الصحراء من المناورة غير الغبار يا خوتنا في الصحراء يا وحنا وكيفكم من أبناء من المناورة يحم غير الحصار يسكروا الطرق برك وقالوا يستنهم حتى يكملوا اليومين كلها ثلث أيام المريض يصبر حتى يكملوا ذلك الحصار ويسكروا عن هنا الطرق وقال برك ما كيش حجر وقال لك يديروا في المناورات سواريخ طلعت ببون يندد خط أحمر وقالوا وقالوا يسكروا أنهم قوس قوزح يسكروا أنهم قوس قوزح وقالوا لك لعلها تقولوا للمزرع الجميلة وقالوا لك هذا وهذا يمكننا أن نقوم بهم كأنهم لا يعرفون ما لديك الخرطوش ستشري فيه من كاندا يعني يحبسوا عليك الخرطوش أو بالمعقل المعقل والتيربولة وقالوا من المعقل قاموا بحاجر الجميلة والمعقل كيف تتحركهم أي ترددنا فهم ينبعوا ترددنا وقد حتركوا على ماء سبعين سنة لأول في هذا الوقت فرنسا كان عندهم غير كوابيس وعندهم بخبك نظر كراس واريخ وطيارات ما نقدرون لهم ليس هنا طيارة بالمعقالة بالطيارة بالمعقالة ايه خدعتونا يا أولاد الكلاب 60 سنواتهم ما تخدعوه فينا وراهم داخلين على ليبيا وانتا تقولوا اوندد ويوصفوا عند الحدود تبقت اوندد والله شك انتوا من معاهم سعشان تماهدوهم في الطريق بركة تكلموا في الشعب وخلي بركة دخلوا ليبيا وليس هناك مشكلة نسكرنا الحدود حتى انقوهم داخلونا للديار ونجدوكم تمهززوا القابات ورحتووا لفرنسا عندهم كونفرنسا وانتوا يقولوا انكم ستعمرناكم وعودنا نرجعناكم من جديد هذا هو الطهر كيمهك لا يوجد تفسير اخر لا يوجد تفسير اخر يا الشعب الجزائري والله لا يوجد تفسير اخر الذي خانوا من ريخون عشرة والذي خان امن امن شهداء والله لا يرى وجوهنا والذي خان امن شهداء لا يوجد تفسير والذي خانوا من رمضان رب يرحموه مدنية ليس عسكرية رب يرحموه قتله بسكال المدني اولوية السياسة على العسكري طلع الفايح هذا تعكر شو شو يقول لهم دولة المدنية ضربة في الظهر رب يعطيك ضربة على ضربة قال لك تسمى الدولة المدنية وشو يقول لك خلوا سلحاتك ارمع اسلحاتكم ليميلوا ميلا عليكم ميلا عظيمة نحن قلنا نحو سلاحة نحن قلنا سلحوا الشعب كامل ان شغفوا هاي الفكرة لان اي مسلم بحقه السلاح سلحة اي مسلم يتسلح عادي ما لدي مشكلة ما لدي مشكلة جاري السلاح المشكلة هاو الشعب الامريكي مسلح. وراه المشكلة هاو الشعب اليمني مسلح. وراه المشكل. حنا حبي نحرف ابرك هاذا لأنه يكون مسلح لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نحق أن يكون مسلح أصلاً إنسان يقعد عنده سلاح ويعرف بأن الأخوة الثانية عندها مسلح لا يستخدمونه لأنه خوطه في الإسلام ويأتي جمعيات وناس هذا جداً أحد مسلح مسلح يأخذ المشكل لا تستطيع أن يكون مسلح يأخذ المشكل يأخذ الإحساسك أنه يكون مسلح يأخذ السلاح يأخذ السلاح وكادل بأنه يأخذ السلوف يأخذ السلاح عزة يأخذ مجر يأخذ الحرية يأخذ منفع وقيمة يأخذ الكرامة ووقت الجد يأخذ السلاح لا 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 هنا سلح و القنادر والصبا بيت وصلين وصوفين لديهم وصلين وين يتجبون ماذا اتفعلوا لي الماجهة ؟ لا يتجبوني لديهم لا يتجبوني لديهم سوف تضمرنا تدمير قربتك وقلوني سوف قتلونا لدينا المواجهة سهلة روسيا لدينا قنبلة نووية إذا كنت أخرجوا الدولات وذهبوا إلى فرنسا ويجربواها 17 مرة في الجزيرة مع أذة أوروبا وغير شوات إسبانية وقسموا بعض الأشياء عليهم ورحتوا ودركوا ديجارهم هم أحب قلخماش غير عندنا إحنا يا بركة يرموا فينا قنبلة ناوية نموتوا نرتاحوا منكم وانتم ترتاحوا مننا ودخلوا دروا ليماسك ونعشوا فيها نورمال ودخلوا بشار الأسد والله يتربحوا ودخلوا بشار الأسد والله يضربهم بغاز السيرين الناس ماتوا والأرض بغاز السيرين وقلت له الشعب كامل أبيد إبادة جماعية ومدام لا تفاهمين يجب أن يكمنوا ونحن ندخلوا ونعيشوا معكم ونعيشون لهم خدام ونحبون أن يعيشون لهم خدام ونحبون أن يعيشون بمساوي يدخلون عندكم ثم ونحن نحن نحن ذوي ونحن نحن ذوي ونحن نحن ذوي ونحن نحن ذوي ونحن نحن نحي حسنا ورخص مرخص لا نحن نحن نعاق لا نشاهد أهول مددة تظهر لله في ضائح أصهر وزير تشكيل تلحكم تسعة وثلاثين وزير الصين عندها تسعة وثلاثين وزير فيها مليار وثلاثمائة مليون وزيرها قربت على المليار وربعمائة مليون عندهم تسعة وثلاثين وزير ورقة تسعة وثلاثين وزيرها بارك من أقوى اقتصادات العلم وهو ديكتاتورية حتى يعمل في هاتف بلاده فالصصرها غازية أكثر مهم قديميا من الأجهزة حتى تأتينا ماذا فينا تكون في المنزل؟ الغروسات، الجران، السوداء، مالك الصغير، دعوه يجب العيش يتم تجهد كُلمان مليم كلاو الكلاب كلاو الكلاب تبقوا فكرة ندى السلحفاء انقرضت في الجزائر كلاوها من خلال والو جماعات لمبرك اي حاجة ولم انقرضت مسحوا كل شي مسحوا كل شي تكون شيء من الصين ومن اقوى اقتصادات العالم اخر مرة ارى انقرضت تقريبا 3 تريليون دولار نقدي احتياطي احتياطي 3 تريليون دولار احتياطي الحرب اوبامان احتياطي احتياطي الوحيد احتياطي 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 باباريج البحرية احتياطي عسكر أكثر من أجل تجربه هذه الإجراء التي تحدد في العلم قالتا عن عادتك نشبك الخباط و 1943 الذي قلعيننا الجزائرين الجزائر تندد الجزائر تعدد الجزائر تعدد ت identifica السمرة اذهب سرى منورته في الصحراء مجاهدين بريبي مالاخ روحت تتبوسوا في اليدين يطحنا روحت تتبوسوا في اليدين كما تحتاج روصيحنا صح قوادة مشيت لكم في الدم قوادة مشيت لكم في الدم قوادة انا عرفنا بلي قوادة 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 دولة كاملة تمشي فيها شبكة قوادة ودعار مخضيرات معظم الصحفيين هامبانوا والله تفضحوا بالفيديوهات وحتى فيها الوزارة وفي الوزارة وفي الوزارة وفيس دات من مؤسسة تخريج تخريج كامل بشهادة موثقة بلي رهم القوم الاخرين عندكم هذه الشهادة فلحتوا فيها لا ليبيا تنديد خط أحمر ربي ربي ضمرك يا وجه الشر دعوا عليه الجمعة ودعوا ودعوا بلك في كم واحد صالح ربي يستجيب الدعوات الله يدمركم إن شاء الله يا ربي اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم دمرهم يا رب العالمين دمرتون الله يدمركم انتوا الكرامة يعني الله يهينكم إن شاء الله في الدنيا وفي الاخرى نشوفكم تشروا الكلاب تعرض فيكم والله العظم نتمناها تجروا في الزناق والولادي كانوا فيكم بالحجر تجروا فيها لا يوجد حكام تجروا فيها تجروا فيها ليبيا خط أحمر طرابلس يا رام في طرابلس وعادات وعادات ومش مليون ومش ثمان ألفات دخلوا مزمان دخلوا نهارتها كنت تسرق نهارتها كنت تسرق وزير إسكان وتسرق في الإسكان وما دخلوا ايه نهارتها في خرط على الناس وما كانوا يخطوا الليبيا وكانوا يضعوا المخابرات ماذا؟ المخابراتها صح اللي تحوز على صالح بلادها ليس المخابرات التي تبع في وفي فاطيمة وفي دليلة وفي عمارج ومع من يكونيكت ودار فيديو لما دارش ودار لايك لأمير لما دارش ويسمع العربي زيتوت ولا يسمعش وعلي بالحاجة الصلاة ولا يجب أن يصلي الله يقبحكم موسيتي ومحمد بن محمد المحمد بن حمد راجل توازن راجل عم وزون قال لك إقامة جبريا إقامة جبريا يحاصركم في الدنيا وفي الأخرى إن شاء الله في Trungari ما منع منكم ينو ما منعوا منكم لي الغابات ولا الكلاب الحيوانات ويننعوا منكم والله ما منعوا منكم البهايم ما منعوا منكم في ه كانوا يقتلوا العباد ويقتلوا الغلم والبقر هذا القيد صالحي يظهر عليه كخامشي يقول لك قائد عظيم وضربه في الظهر لم يكن لديكم أحد أخرى في الظهر لم يكن لديكم مرادة أخرين يطيع عليكم أربي يقتلكم بمرض لا يستطيعون أن يصنفوه طبا إن شاء الله كما العربي بالخير بالشر الريحة لا تطلع منه وحي تطلع من صدره وحي تسقطين الناس اللي عارفين حتى هذاك واحد بعث لي اسم قال لي هذاك لي عربي لي قال لي يهودي وعطى لي واحد الاسم قال لي والله من الناس هذاك الاسم بركة قال لي غير يهودي قال لي أصله الأوريجينال يهودي ليس مولا مسلم لا جزائري يهودي لا إله الله محمد رس الله المهم فرحان اليوم تمسج الفرحة بالحزن لأن الشعب خرج ما شاء الله في كل المناتق يعني تحسبها جمعة ونهار الجمعة إن شاء الله يجب يجب لكن لا توجد أشياء ليس ياودي أشياء 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 مستفق أشياء فتونس رب يرحمه والله ستوصلوا هذيك الحالات تعود تشوفوها كل يوم انتحارات الناس اللي يقلي الحلية وينتحر نورمال هذه في الثمانينات وكانوا الناس ينتحوا القنطرة سيدراشد وقنطرة سبيطرة في قسنطنة قول مدرك يقولوك ما حل من واحدة أو واحدة يرمي يروح من ثم وخاصة تنتع الجميع لأنه يفهم حاجة ونشوف الضغط هذا والله شحل من واحدة يرمي يروح وخاصة لم ينجحوه هذا كفر لا ينجحوه لكن كثير من الناس يرمي اما لو كانوا يرشعوه بقوة قال سمان بالله لا تريد تشوفها يوميا يوميا في مصر حالة الانتحار اما يهضروا الانتحار اما يهضروا الانتحار قال سمان بالله وصل الى الاف الاف مصريين ينتحروا انتحارات جامعية من الظلم والضغط يشربوا حاجة كم واحدة الحبوب يسموها قرص الغلب هم يضعوا على شعير والقبح لا ينجح في السوسة يشربوا يشربوا قاسة من بله ساعتين كاملين لتوصل العضلة القلب يحبس القلب ساعتين وهي تقطع فيك من الداخل وتشلك لا تقدر تهضر لا تحرك ساعتين 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 تقطع فيه من الداخل ساعتين كاملين يحبس القلب يشربوا في اخاتنا المصريين الله يقبحكم يا وجوه الشر اللي الله محمد رسول الله المهم فرحان ان الشعب خريش غايظتني انهم اعتدوا على ليبيا اول اعتداء هذه المدرسة رب يرحمهم ويوسع عليهم وطلعت الطحان بالطحان قال لك خط احمر لا يضربوا خط احمر بقوا خط احمر وصفر وزرق يا وجوه الشر ولكن خرجوا علينا يا اولاد الكلاب خلوا الجنرالات الشورى من الجيش يحكموا الجيش احنا لا نعفوش الندو لا نعفوش خطوط حمراء احنا نحطوا رجلينا السعى لداخل وولدهم مو يقدم ليبيا ولادنا ولاد عمنا واهلنا وناسنا ماش قضية وطنية ولا قضية امن قومي قضية عائلية ولادنا وناسنا الله لي تربحكم يوجه الشر قسمتونا وسردتونا الله يشردكم حبيتوا تزدوا دخلونا على ضيارنا الله لي تربحكم الله لي وفقكم والله ما تنجحوا بخوتتي يا أخوتي السلام عليكم سبحوني بارك الله بارك الله